موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم مشاهدنا الكرام وأقدم لكم حديث الصحافة لهذا اليوم عصرنا عجيب تسمى فيه الأشياء بغير مسمياتها فحزب الله هو حزب للشيطان وفيلق القدس يقاتل في كل مكان عدى القدس وعنه نشرت الڭارديم بعنوان الجنرال الإيراني قاسم سليماني يدير العراق سرا حيث أبرزت لاهتمام غير الاعتيادي الذي عم مؤخرا وسائل الإعلام الإيرانية برئيس العمليات الخارجية في الحرس الثوري وقائد فيلاقي القدس اللواء قاسم سليماني تقول الكاتبة نجمة بوزو جمهر في تقرير من طهران إن وسائل الإعلام المحلية تحدثت مؤخرا بشكل مكثف عن سليماني كبطل في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ونشرت عدد صور له في ساحة القتال في العراق وهو الأمر الذي يعد غير مسبوق في الجمهورية الإسلامية التي لا تكرم العسكريين في العادة سوى بعد وفاتهم بحسب الكاتبة وأضفت أن طهران طالما حرصت على جعل القيادات العسكرية في الضل خوفا من تصاعد شعبيتهم أو محاولة الانقلاب على حكم الملال ورجال الدين وقالت الكاتبة إن المبالغة الملحوظة فيما سمتها حملة تلميع اسم رجل الحرس الثوري الإيراني ترجع إلى ما يبدو إلى أنه محاولة للتغطية على الفشل المتكرر للمخابرات الإيرانية في المنطقة ككل وليس فقط مع تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من السيطرة على أجزاء شاسعة من العراق وسوريا وأضفت أن سليماني يجسد فشل استراتيجيات إيران مؤخرا في تنبؤ بقدرات التنظيم المتشدد ودعمها لرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله في لبنان وأشرت إلى أن صور القائد العسكري الملتحي أظهرته في صورة منسق العمليات الذي يقف مسترخيا وسط قوات الأكراد والشعة في العراق لكنها أظهرت أيضا اقتراب خطر التنظيم المتشدد من طهران المتطرفون يتصارعون والشعوب هي الضحية صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا لعبد الرحمن الراشد بعنوان التطرف السني ضد التطرف الشعي جاء فيه كانت الحجة الوحيدة التي سمعتها ردا على ما كتبته قبل يومين عن خطر انتشار التطرف بأن محاصرة التطرف السني تصب في خدمة دول مثل إيران التي تدعم متطرفها الشيعة في كل مكان أولا المبدأ برمته خاطئ فالتطرف خطر أولا على المجتمع الذي يولد ويترارع فيه وثانيا من يظن أن التطرف حالة موجودة والأسلم لك ألا تقف في وجهه حتى لا يدهسك وربما الأفضل أن يستخدم كما تفعل إيران والنظام السوري فإنه سيكتشف لاحقا كم هو غالي الثمن الذي سيدفعه ولقد دفعنا أثمانا غالية في الماضي عندما حاولنا ركوب غول التطرف الجامح فأحرقنا ببداياته في أفغانستان ماذا عن نظرية ترك التطرف يقارع التطرف وردا على مقولة ليس من الحكمة لجم التطرف السني طالما أن إيران وجماعاتها لا تلجم التطرف الشيعي فإن النتائج تحكي عن نفسها فمعظم متطرفي السنة هاجموا بلدانهم ومجتمعاتهم رغم أدبياتهم التكفيرية ضد الطوائف والأديان الأخرى وأكثر من 90% من عمليات الجماعات الإرهابية السنية موجهة ضد المجتمعات السنية وموثقة في سبعة دول شهدت أعمال عنف بدرجات مختلفة ختاما العبث بالدين والسكوت عن استخدامه ثبت أنه أخطر من كل الأسلحة التي استخدمت في الحروب وغالبا يرتد على صدر المجتمع الذي تحول إلى معمل كيميائي له يقول محمود درويش أيها المارون بين الكلمات العادرة احملوا أسماءكم وانصرفوا كيف سينصرفون؟ سؤالا تطرحه صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالا لياسر الزعاتر بعنوان كي لا تتوقف انتفاضة القدس جاء فيه ما يدج في القدس المحتلة انتفاضة حقيقية تتواصل منذ شهور وإذا جئنا نفتش عن الأسباب التي تدفع في هذا الاتجاه فإن السبب الأكبر هو الاعتداءات التي أصبحت شبه يومية في القدس وضد المسجد الأقصى على وجه التحديد وحيث يشعر الصهاينا أن الأجواء الدولية والإقليمية يمكن أن تكون مواتية من أجل فرض وقائعة جديدة في المدينة المقدسة من جانب آخر بات واضحا أن الكيان الصهيوني يزداد ميلا نحو اليمين واستطلاعات الرأي تؤكد ذلك كما تؤكد وجهته الدينية ما يعني أن ملف القدس سيغدو أكثر حساسية وإثارة وحيث تعتقد الغالبية من الإسرائيليين أن التنازل عن القدس الشرقية لا يمكن أن يكون مقبولا بأي حال وأن مسألة الهيكل ليست في ورد المساومة إنه الصراع على هذا الكيلومتر المربع الذي أفشل مفاوضات كام ديفيد صيف العام 2000 وأفشل مفاوضات عباس مع أولمرت أيضا وسيفشل أية إمكانية للتسوية مع الكيان الصهيوني مهما بدأ أن الوضع العربي في حالة بطاح أمام الكيان الصهيوني عمليات الدهس التي توالت مؤخرا ضد الجنود والمستوطنين للصهاينة تؤكد أن الشباب الفلسطيني قد بدأ يفكر في طرق مبتكرة لمواجهة قلة السلاح الناتجة عن عشر سنوات من التنسيق الأمني المحموم ومثلها من المطاردة والقمع من قبل أجهزة الاحتلال ثم تغضب كبير يتراكم في القدس وإذا كانت انتفاضة الأقصى قد اندلعت ردا على حادثة وقع منها الكثير خلال الشهور الماضية أعني اقتحام شارون للمسجد فإن الفارق بين الحالتين يتمثل في القيادة الفلسطينية ففي حين انسجم عرفات مع نبض الشارع في ذلك الحين يبدو عباس في وضع مختلف تماما إذ يدير ظهره لذلك النبض ويصر على عبثية مساره خلاصة القول هي أن ما يدري يمثل انتفاضة حقيقية لكنها محصولة في القدس ومن الضروري أن يتمرد الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية على مسار عباس البائس من يرى غيره من البشر في مرتبة أدنى من الحيوانات لابد أنه يعاني مشكلة في عقله وكلة أنباء الأنضول نشرت لمراسلها في فيينا حسن توصون تحت عنوان قرت لموش جنود إسرائيل ليست أحذيتهم فقط قذرة بل عقليتهم أيضا جاء فيه استنكر نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قرت لموش الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى قائلا منذ 47 عاما لأول مرة يدخل الجنود الإسرائيليون إلى المسجد الأقصى بأحذيتهم القذرة ليست أحذيتهم فحسب بل أرواحهم وعقليتهم أيضا قذرة وانتقد كورت لموش في كلمة ألقاها خلال مشاركته بافتتاح مشروع لجمعية تركية في فيينا انتقد الصنط الدولي إزاء الانتهاكات مضيفا إن العالم كله يتفرج ولن يقدم على أي خطوة لأن إسرائيل مطمئنة إلى وجود من يدعمها في مجلس الأمن الدولي وأوضح أن أي تقرار يتخذ في مجلس الأمن لن ينفذ لأن النظام يستند إلى القوة والهيمنة ولا يمكن القيام بأي شيء ضد إسرائيل لأن أصحاب القوة يدعمونها حتى النهاية تماما كما هو الحال بالنسبة للأسد فهو يستخدم غاز السارين والبراميل المتفجرة ولا يمكنكم القيام بشيء ضده لأن هناك من يدعمه في مجلس الأمن الدولي وهو يثق بروسيا لذلك يفعل ما يحل له وتشهد أحياء القدس شرقية خلال الفترة الأخيرة مواجهات شبه يومية بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية واقتحامة متكررة للمسجد الأقصى من قبل مستوطنين إسرائيليين فيما ينفذ فلسطينيون عمليات دهس بالسيارات تستهدف إسرائيليين كان آخرها هجوم نفذه الشاب المقدسي إبراهيم العكاري الأربعى الماضي وشمل عملية دهس ما أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة 13 آخرين وفي حدث آخر قبله أصب فلسطينيون ثلاثة جنود إسرائيليين بنفس الطريقة المسلمون منشغلون بالصراع بعضهم مع بعض فمتى ينشغلون بمواجهة العدو صحيفة ينا شفق التركية نشرت مقالا لياسين أقطاي بعنوان أين العلم الإسلامي وأين خط الدفاع ضد الصهيونية جاء فيه إن عام 2014 يمثل المئوية الأولى على نشوب الحرب العالمية الأولى إن كل ما نعيشه اليوم في الشرق الأوسط يمثل نتائج تلك الحرب فقد ترتب على الحرب العالمية الأولى تفكك الأراضي التي كانت مترابطة تحت سيطرات الدولة العثمانية ونشؤ دولات قومية منفصلة وكانت كل واحدة من هذه الدول تقع تحت نفوذ إحدى الدول الأوروبية وكأحدى نتائج هذه الحرب أعلن عن النية في دس إسرائيل ببطء كالخنجر في المنطقة وخلال تلك العملية شرد الشعب الفلسطيني خارج أرضه وحول إلى شعب مهجر فبينما كان العالم منشغلا بالاستعراضات التي حدثت في كوباني وخضية تنظيم الدولة وإرهابه كانت إسرائيل تجهز الارتكاب أكبر غط رسا تجاه المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى من عام 1967 وتدرس ردات الفعل المرتقبة فخاذة العالم الإسلامي الذين خططوا ونفذوا الانقلابات ضد إرادة الشعوب المقهورة في مصر واليمن وليبيا ليسوا من النوع الذي قد يحمل هم القدس أو فكر به فمن العبث أن توقع منه أن يقول أي كلمة تجاه إسرائيل التي تعتدي على حرمات ومقدسات المسلمين وهم الذين يبيعون كل يوم شرف أمتهم وشعوبهم ولكن ماذا عن إيران التي تدعي بأنها تحمي فلسطين من الصهيونية كعيونها وماذا عن شعارات الممانعة التي كان يصدرها الأسد وربما الجهات التي تقاس ردات فعلها هي أوروبا فاعتراف بريطانيا ثم سويسرا بالدولة الفلسطينية المستقلة وتحضيرات فرنسا للاعتراف بها يجعل إسرائيل تعيد التفكير في الحدود الجغرافية لردات الفعل إلى متى؟ نستبر في المراهنة على الغير بدلا من أن نصنع حلمنا بأيدنا موقع أوريانت نيوز نشر مقالة لعلاء الدين حسه بعنوان الرهان على أحصنة خاسرة وجاء فيه أصبح سباق الخيل في سوريا من أهم وأشهر السباقات لطول المسافة ولكثرة الحواجز وتنوعها فهو سباق متعدد متنوع وحر وهو ما يكسبه شهرة وإثارة جذب العالم والمقامرين والهوى لتفرج أو المشاركة اكتسبت الثورة السورية صفة العالمية منذ لحظة انطلاق أول شررة فيها فكانت السبق في اختراع حواجز وعوائق لم يشهد التاريخ مثيلا لها فهي أولى دول الشرق الأوسط التي تفتتت بعد انهيار الدولة العثمانية وهي أول دولة سجنت فيها الديمقراطية الوليدة وهي بنت سبع أو تسع سنين وهي أول دولة شهدت انتمائين قوميين كبيرين القومية السورية والقومية العربية على حساب القوميات والأقليات الأخرى المشاركة في تحريرها واستقلالها ودفعت ثمنا باهضا لذلك ومن الطبيعي أن نشهد التخبط في بداية مسيراتنا الطويلة نحو الحرية سوى العدالة الاجتماعية فأحياء القيم في نفوسنا من جديد تتطلب منا خطوات طويلة فهي كالبذرة التي تغرس في الأرض وتسقى بماء إلهي لتشق بعدها طريقها نحو الإخضرار ومن ثم للينوع وفقدان الأحصنة الرابحة لا يعني تلمس أحصنة قديمة أو المحافظة عليها والأنظمة القهرية لم تثبت عبر التاريخ استمرارها للأبد ولم يعد مجديا الرهان على الأحصنة الخاسرة وقد فقدت بريقها وشعوب المنطقة تشهد تحولات جذرية ولها الحق في اختيار أحصنتها وفرسانها وقادتها لتحقيق طموحها وبث روح الحياة في أرواحها وأبدانها لهذا نقول لا مراهنة بعد اليوم على الأحصنة الخاسرة ولهذا تسعى ثورات المنطقة جاهدة لمنع هذه الأحصنة الخاسرة من تشبيب أحصنة جديدة فاسدة وسوريا الحرة القوية قادمة بإذن الله ولو بعد حين تقول غاد السمان إن كل ما في العالم من فلسفات جميلة ينهار أمام صراخ طفل جائع فكيف إذا كان هذا الطفل شهيدا ووحيدا وشريدا؟ كتب زهير سالم مقالا في موقع الشرق العربي لدراسات بعنوان حول دخول تحالف الأمريكي على خط قتل الأطفال في سوريا جأفي انتظر أطفال سوريا طويلا يدا إنسانية تمنع عنهم غارات المدرمين من عصابات الأسد والولي الفقيه التي ما زلت تحصدهم وتأدهم وهم أحياء بقذائفها المدمرة وببراميلها المتفجرة وبغازاتها الخانقة ليفاجأ أخيرا من ضمام طائرات التحالف الأمريكي الذي أثر الصمت سنين طوالا عن جريمة إبادة الشعب السوري انضمامه إلى صفوف القتلة والمدرمين الذين يدمرون ويبدون يقصف طيران التحالف الأمريكي المتواطئ ضما مع الولي الفقيه وعصاباته وميليشياته المنتشرة بكثافة على الأرض السورية يقصف على بصيرة وبدقة تجمعات الثورة السورية وفصائلها بلا تمييز نصرة لبشر الأسد ولمشروعه الإدرامي إن الاعتدار بالخطأ الذي تعودنا عليه من القتلة والإرهابيين الأمريكيين سيكون كما هو شأنه دائما العذر الأقبح من الذنب وإلا فبعد أكثر من شهرين على التدخل على الجريمة أليس من حق كل سوري أن يتساءل لماذا يخطئ هذا التحالف الإرهابي بعباءاته الدولية السلطوية لماذا لا يخطئ مرة واحدة ليقصف قوات بشار الأسد أو تجمعات عصاباته أو ميليشيات الإرهابي حسن نصر الله على الأرض السورية إننا إذ نعلم أنه في عصر سقوط الأقنعة عن المشروع الأممي الأمريكي في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ليسفر عن وجه كريه كالح لا يجدي أن نذكر هذا العالم بمبدأ أو بقانون أو بقيمة إنسانية نجتمع عليها البشر منذ تعرفوا إلى إنسانيتهم في ضرورة حماية المدنيين وتجنيب الأطفال معرات الحروب وآثامها من هذه المعرفة التي باتت يقينية لدينا ندرك أنه لا جدوى أمام جبروت إرهاب السلطة العالمية أن نعلن إدانة أو شجبا أو استنكارا لما تقوم به طائرة التحالف الأمريكي من قصف لبيوت الآمنين وقتل للأطفال والنساء يقول غاندي لم أكن أرغب في تعلم الشطرنج لسبب هو أني لا أريد قتل جيشي وكل جندي وكل من على أرض الشطرنج من أجل أن يحيى البلك يقتلون ويعذبون جميعا من أجل أن يحيى الطاغية نشر موقع المختصر تقريرا بعنوان خلال أسبوع 92 قتيلا جراء التعذيب في سجون الأسد جاء فيه وثق المكتب الحقوقي لاتحاد تنسيقية الثورة مقتل 92 معتقلا تحت التعذيب خلال أسبوع واحد ضمن معتقلات الأسد حيث قتلت ميليشيات النظام واحدا وثمانين شخصا من حمص وريفها هذا الأسبوع كانوا قد اعتقلوا في أوقات سابقة من قبل حواجز النظام المنتشرة في أماكن سيطرته غالبية هؤلاء المعتقلين عذبوا في أفرع الأمن داخل العاصمة دمشق والتي قتلت آلاف المعتقلين خلال السنوات الأخيرة في حين قتل أربعة أشخاص تحت التعذيب من درعة وثلاثة آخرون في دمشق وريفها واثنان من حما وآخر من حلب ومثله من دير الزور وتشهد مناطق سيطرة النظام عشرات حالات الاعتقال التعسفي يوميا ويصعب توثيق هذه الحالات بالاسم لما ينتج عنها من تعذيب مضاعف للمعتقل أو إذاء لأهله عدا عن حالات الاختطاف والتي تمارسها العصابات الطائفية التابعة للنظام والتي تستخدم المختطفين كراهاء لتحصيل مكاسب مادية أو عسكرية أو تحويلهم لمعتقلات النظام الإعلام العالمي لعبة قاذرة تصنع من البطل خائنا ومن الصعلك بطلا فمن هو هذا الصعلك البطل؟ نشرت مجلة شباب سوريا المستقبل مقال للقاضي حسين حمادي بعنوان الصعلك البطل جاء فيه إنها مسرحية يكون مخرجها وبطلها ذلك الصعل كل عاشق لتلك المرأة التي لا تعيره أدنى اهتمام فيعمل جاهدا على التخطيط للفوز بقلبها ويلجأ عادة لاستخدام بعض من زعرانه ليمثل دور المعتدي عليها ومن ثم يظهر فجأة من بين الأزقة ويوزع ضربات تمثلية متفقا عليها مع أقرانه الذين يهربون أمامه مرعوبين متقاقرين أمام عضلاته المفتولة وشجاعته النادرة الأمر الذي يظهره بطلا يستحق امتلاك قلب تلك المرأة والسؤال هنا هل سنشاهد قريبا إخراج وإنتاج تلك المسرحية مسرحية الصعلك البطل وإسقاطها على ما يدري من أحداث بسوريا بحسبان أن المناخ العام الداخلية والإقليمية والدولي يهيئ وبعناية فائقة لإظهر بشار الأسد ونظامه المنقذة الوحيدة لسوريا الحبيبة والمخلص لها من براثل التنظيم الإرهابي تنظيم دولة العراق والشام داعش نعم فالمناخ العام يسمح بإنتاج تلك المسرحية فالمعارضة المسلحة المعتدلة منقسمة ومتشضية والمعارضة السياسية لا تشبه الشعب السوري ولا ثورته ناهيك عن المواقف الهزلية لما يسمى دول أصدقاء الشعب السوري والذين لا ينفكون عن خذلان الشعب السوري والتهجم على قيادة الثورة بحق أو بدونه وبالمقابل فإننا نرى نظام الطاغية لا يزال متماسكا نسبيا من حيث التنظيم ووحدة الصف والموقف رغم كل ملقيه من ضربات يضاف إلى ذلك المواقف الجادة والثابتة للدول الداعمة لنظام الطاغية سواء ماديا أو معنويا أمام هذه المعطيات فإننا نتخوف من الإعداد لسيناريو يهدف إلى إدخال نظام بشار الأسد كطرف رئيسي وأساسي في مكافحة الإرهاب إننا نتصور وفق هذا السيناريو الهروب الكبير لتنظيم دولة العراق والشام داعش أمام ذلك الصعلوك وجيشه المسخة عبر مسرحية متفق عليها سلفا بين العدوين علنا والحليفين سرا الأمر الذي يظهر معه بأن بشار ونظامه المنقذ ليس لسوريا الحبيبة وإنما لدول المنطقة والعالم بأسره ويستحق تبعا لذلك استحواذ قلوب الجميع وينتدل الستار على مأساة شعب إلى زمن غير مسمى إذا أعطاك القدر ليمونا فاصنع الليمونادة هكذا يقول دايل كارنجي أما إذا أعطاك ملجأ فماذا ستفعل به؟ اسأل سكان برلين نشرت الجزيرة نت بعنوان سكان برلين يتطلعون لتحويل ملجأ نووي إلى مقصد سياحي تطلع بعض سكان برلين إلى استغلال ملجأ عملاق مهجور في غابة المدينة يعود لحقبة الحرب الباردة وبونية للاحتماء من هجوم نووي تطلعوا إلى تحويله لمقصد سياحي لزوار ما كانت تعرف سابقا بألمانيا الشرقية ويعرف المخبأ الذي تبلغ مساحته سبعة آلاف وسبعمائة وخمسين مترا مربعا والمؤلف من ثلاثة طوابق يعرف باسم هونكورز بانكر وسمي بذلك تيمنا باسم الزعيم الشيوعي أرش هونيكر الذي بني المخبأ لحمايته في حال لشوب حرب نووية بين الاتحاد السوفيتي والغرب وبينما يحتافل الألمان بالذكرى الخامسة والعشرين على سخوط جدار برلين وبداية نهاية ألمانيا الشرقية يتطلع بعض سكان برلين لتحويل المخبأ إلى متحف واستغلال حالة الحنين لدى البعض للماضي الشيوعي وقال هانس هنزل الذي يقود مساعي إعادة فتح المخبأ عندما تدخل وتعرف لماذا بني أو ما الذي كانوا يخططون لتحمله أو ما الذي كانوا يخافون منه ستدركوا إلى أي مدى كانوا قلقين ويقع المخبأ على بعد خمسين كيلومترا شمال شرق برلين وبني الاستيعاب نحو أربعمائة من قيادات الحزب الشيوعي السياسية والعسكرية وقد أغلق وتم هدره بعد نهاية الحرب الباردة عزاء المشاهدين تقول مايزياد بين ثانية وثانية يموت يأس ويحيى أمل تبتسم شفاه وتدمع عيون بين ثانية وثانية ينهض المكلومون ويعيدون بناء الوطن المحزون وعلى الود وكل الأمل ألقاكم مع حديث صحافة جديد غدا إن شاء الله تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل أطيب المنى لكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة